موسيقى نشرة الأخبار من قناة بالقيس الرئيسية والبداية بالعنوين المقاومة تحرر أجزاء واسعة من الطباب في تعز ومسيرات تندد بصمت الحكومة تجاه المدينة الجيش والمقامة يتقدمان غربية شبوى وكاميرا بالقيس تدخل المناطق المحررة في عصيلان مبادرة شبابية في اللحج لترميم مدارس تضررت جراء حرب الميليشيا أهلا بكم بحث الرئيس عبد الرب منصر هادي مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ إمكانية استئناف العملية السياسية وإحلال السلام في اليمن وجدد الرئيس هادي تأكيده مساعد دولة لإحلال السلام الدائم وعدم ترحيل الأزمات فيما عبر المبعوث الأممي عن تفاؤله بالتحركات الجارية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن إلى محافظة تعز حيث استشهد ثلاثة مدنيين كانوا على متن حافلة نقل بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في طريق الضباب غربي المدينة إلى ذلك استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة في تعز السيطرة على مناطق عدة في الضباب عقب عملية التسلل التي نفذتها الميليشيا وقال مراسل قناة بلقيس إن الجيش والمقاومة استعدى منطقة حدائق الصالح وتبت الخزان وأجزاء واسعة من جبل الهان في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة تعز كتلك الطريق المؤدية إليها تظهر صعوبة معركة جبهة الضباب لتكون هي الأهم حاليا وتتنوع فيها الهجمات وأسالب الدفاع فحين يسعى الحوثيون جاهدين للسيطرة عليها ومعاودة محاصرة مدينة تعز كليا كما كان الأمر قبل الحدي عشر من مارس حين أعلن الجيش الوطني والمقاومة فكا جزئيا لحصار عن المدينة يحشد الجيش الوطني والمقاومة قواتهما للدفاع تارة والهجوم تارة أخرى القادة يتقدمون هذه المعاركة بل ويسقطون قتل في الكثير منها فوقود هذه الحرب هم القادة أيضا إلى جانب الجنود الذين يحملونهم كتفا لكتف أما تفاصيل المعركة على الأرض فقد دارت مواجهة عنيفة في منطقة المقهاية بوادي الضباب الواقعة فيها طريق رابط بين تعز الضباب والتربة تسعى ميليشيا الحوثي وصالح من خلالها لقطع الطريق وعودة الحصار مجددا لكنهم واجهوا مقاومة عنيفة من قبل الجيش الوطني والمقاومة ليتراجعوا خطوات للخلف باتجاه صياحي ومنطقة الربيعي حدائق الصالح وتبة الخزان وأجزاء واسعة من جبل هان مواقع شهدت اشتباكات عنيفة تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة عليها فيما يحاول الحوثيون الالتفاف من اتجاه ستين غرب جبل الهان لإحراز تقدما هناك بعد وصول تعزيزات كبيرة من اللواء العاشري حارس جمهوري في هذه المعارك لا مجالا للاستخاء أو التقاط الأنفاس فالميليشيا تسعى لإعادة خنق المدينة من جديد بينما ترى المقاومة بهذه المعركة بداية للخلاص الكبير ونبقى في تعز حيث خرجت مسيرات شعبية تجوب شوارع المدينة مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذ وعود التحرير ونددت المسيرات بصمت الحكومة إذا ما تتعرض له الأحياء السكنية من قصف مستمر وحصار دائم على مداخل المدينة الرئيسية مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل القصف المستمر والمجازر اليومية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والصالحة الإنقلابية بحق المدنيين من أبناء مدينة تعز والمحاولات المستمرة من أجل إعادة حصار هذه المدينة بعد أن فق جزئيا عنها من الجهة الغربية هو ما جعل هؤلاء يخرجون بمسيرات تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ وعود التحرير لماذا تعز؟ لماذا هذا الخذلان لتعز؟ تعز اليوم يقتل أبنائها، شبابها، أطفالها، نساءها لماذا الخذلان؟ تعز انتصلت لليمن تعز انتصلت للدولة تعز انتصلت للشرعية، تعز انتصلت للحوار واليوم تعز تخذل من كل الأطراف معارك الأمس في الجبهة الغربية للمدينة ونقص الإمكانيات المطلوبة لحسم المعركة ومجزرة الميليشيات بحق الإعلاميين الذين يعملون ليلة نهار من أجل إيصال الحقيقة كانت سببا أيضا لخروج هؤلاء الذين أرادوا إيصال رسالتهم عبر مسيرتهم هذه خرق اليوم شباب تعز إلى شارع جمال للتعبير عن ما يجري من تخاذل من قبل الحكومة في الرياض من إرسالها قوات القيش الوطني وإنقاف الدعم العسكري لهذه المحافظة نحن هنا شباب تعز نرسل رسالتنا إلى هذه الحكومة أن تعز مدينة يمنية تحتاج إلى الدعم بدت الرسالة واضحة إذن فخرج هؤلاء الشباب في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه غير آبهين بالقصف العشوائي الذي قد يطالهم في أي لحظة لا يجعل الحكومة اليمنية سبيلا للتبرير سوى تنفيذ الوعود فيما لا تزال الميليشيات الإنقلابية ترتكب المجازر بحق أبناء هذه المدينة خرج هؤلاء منددين بالصمت الذي يتعرضون له من قبل الحكومة اليمنية إزعى ما يتعرضون له حمزة أمين قناة بالقيس تعز وعن آخر التطورات في مناطق الضباب ينضم إلينا المراسل حمزة أمين حمزة ماذا عن آخر التطورات وما جديد المعارك اليوم نعم سواء نعم بدأت المقاومة الشعبية قبل قليل هجومها الثاني بعد سيطرتها على تبة حدايق الصالح وتبة الخزان وتأمينها بالكامل المطلتان على خط الضباب المنفذ الوحيد الذي يربط مدينة عدن مدينة عزب عدن حيث تستمت الميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية لسيطرة عليه وذلك بعد وصول تعزيزات لهم من طريق المخاء والحديدة وأيضا من طنع استهدفت بعضها بضربات من الطيران التحالف لا تزال الميليشيات حتى هذه اللحظات تستخدم الأسلحة تقيلة بالضرب على مواقع المقاومة لعاقة تقدم المقاومة الهجوم الذي بدأ قبل قليل يهدف إلى تأمين الطريق وذلك بتطهير جبل هان من ميليشيات الحوثي والصالح التي نصبت العديد من القناصة في الموقع التي تفيضر عليها من القبل أيضا في الجبهة الشرقية دارت بالأمس اشتباكات عنيثة حاولت من خلابها الميليشيات التقدم ولكن رجال المقاومة الشعبية استطعوا خد الهجوم يأتي كل ذلك بالتزامن مع ضربات الطيران التحالف المكسطة والموسطة على مواقع الميليشيات حيث استطاعت طيران التحالف ضرب مواقع التي تسيطر عليها الميليشيات في محيط الأمن المركزي بثلاث غارات منذ هذا الصباح أيضا استطاعت ضرب الطريق الواصل ما بين دبة سوفيتل والشارع العام لعاقة لمنع وصول التعديدات وصعود الأسلحات ثقيلة إلى أماكن الميليشيات نعم حمزة إذا ما تحدثنا من ناحية أخرى عن خروج مسيرة شعبية في هذا الوقت تطالب الحكومة وتوجه رزائل فما هي أبرز الرسائل التي تهدف المسيرة في إيصالها نعم المسيرات التي خارجت صباح هذا اليوم هي مسيرات تنديذ تطالب الحكومة بتنفيذ الوعود التي قام بتنفيذ الوعود لسرعة تحرير معركة كعيد أيضا المسيرات نددت بضربات أو المجازر التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء هذه المدينة في ظل الصمت وتخادل الحكومة كما يقول الناشطون الذين نظموا لهذه المسيرة اليوم كان معنا من تاعز مراسلنا حمزة أمين شكرا جزيلا لك إلى شبوة حيث قتل مسؤول عسكري واثنان من مرافقيه في كمين مسلح نصبته عناصر يشتبه انتماؤها لتنظيم القاعدة في المحافظة وقال المتحدث باسم سلطة المحلية في شبوة سالم صائل إن عناصر مسلحة يشتبه بانتمائها لأنصار الشريعة نصبت كمينا قرب مدينة عتق مستهدفة العقيد طلال الكازمي رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية في محافظة أبيان وأكد أن الكامين أسفر عن مقتل المسؤول العسكري واثنين من مرافقيه بعد تعرضهم لعدة طلقات نارية وعلى صعيد متصل تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة والميليشيا الغربية محافظة شبوة وبحسب مصادر محلية فإن المعارك تتركز في مناطق الصفراء وحيد بن عقيل ومناطق أخرى على أطراف مدريتي عسيلان وبيحان أربعة أيام من دخول عملية تحرير بيحان حيز التنفيذ تقدم الجيش الوطني فيها في مديرية عسيلان من الجهة الشرقية وتحديدا من وادي بيحان التي تتمركز الميليشيا على نطاق واسع فيه كمنطقة بيحان وعين ومنطقة عسيلان حيث لغمت الميليشيا محكمة عسيلان وفجرتها بعد مغادرتها ما ألحق فيها أضرارا بالغة بحسب مراسلنا هناك تخضع بيحان وبعض مديريات محافظة شبوة لما يشبه عملية جراحية واسعة لكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهود الكبيرة والمزيد من الدعم فمسرح العمليات العسكرية يتسع كل يوم بحسب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمحافظة مناطق مديرية بيحان إلى جنوب عسيلان كمنطقة موقس ووادي خير وعقبة القندع الواقعة على الطريق الممتد إلى محافظة البيضاء والتي تعد واحد من أهم طرق إمداد الميليشيا يساهم ذلك في تمدد خطوط المواجهات إذن حيث وحدات اللواء التاسع عشر مشا واللواء الواحد والعشرون ميكا بمساندة من المقاومة من الجهة الشمالية ما يزالان يفرضان حصارا مطبقا على الميليشيا المتمركزة في جبل بن عقيل ومفرق الحمى وأيضا منطقة السليم ومدينة النقوب أما من الجهة الغربية في مديرية عين ووادي حريب بمحافظة مأرب المتاخمة لبيحان بمحافظة شبوة تطلبت أيضا تدخل اللواء السادس والعشرون ميكا الذي سيطر على وادي حريب وأجزاء من محافظة شبوة حيث تعد مناطق مشتركة بين محافظة شبوة ومأرب وفي السياق المتصل قال المدير العام لمدرية عسيلان علي الحجري إن الجيش الوطني والمقاومة يواصلان عملية تحرير مناطق المدرية والتقدم باتجاه مدرية بيحان المجاورة لازالت الانتصارات تتوالى في مديرية عسيلان من الشرق إلى الغرب في أجواء المديرية الانتصارات التي تحققت اليوم الحمد لله في أكثر من خمسة مواقع التي تم تحريرها ولازالت القوام تماسك الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اللواء 21 مع المقاومة الشعبية من الاتجاه الشرقي ولواء 19 من الجهة الشمالية والغربية مع المقاومة الشعبية في مديرية عسيلان وسيتم تحرير ما تبقى من هذه المراكز داخل مديرية عسيلان وبعدها سيتم التحرك إلى مديرية بيحان قد زارت كاميرا قناة بلقيس المناطق المحررة في مدرية عسيلان بما فيها مركز المدرية واستطلعت آراء عدد من قادة الجيش والمقاومة حول معركة تحرير المدرية مراسلنا إبراهيم حيدرة والتفاصيل هذا المكان هو قلب مديرية عسيلان حيث تصيدرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالأمس على هذا الأماكن وعدة أماكن هنا في مديرية عسيلان مديرية عسيلان لم يبقى منها إلا مناطق قليلة تحت صدرة الميليشيات الحوثية اليوم الجيش الوطني يستكمل تحرير المناطق المطبقية في قبلة الميليشيات فالآن العمل جاري هنا بشكل طيب تم تطهير الجهة الشمالية الجنوبية من مدينة عسيلان كل هذه المناطق وتحرير بعض المرتبعات القبلية في الجهة الشرقية وحاليا إن شاء الله قريبا سيتم تطهير هذا الجبل الكبير أو الحيث المنعقيل هذا الحيث الذي يعتبر المسيطر في وادي بلحارث مهمة اللواء هذا طويلة تصل إلى البيضاء إلى فضحة في مديرة نعمان حافظة البيضاء هنا في مديرة عسيلان التي تحتفل بالناصر وبتحرير أجزاء كبيرة من ما ضقنا لكن هناك ما يقرق المواطن هو ما بعد تحرير في هذا الموضوع ما بعد تحريرها وطرق وسبل تأمينها نتحدث مع أحد قيادة المقاومة هنا أيضا ليحدثنا أكثر عن مرحلة ما بعد التحرير شكرا جزيلا لهذه القناة والقايمين عليها وأكد للجميع أن هذه المرحلة أصبحت بين أيدينا مرحلة التحرير ولكن الذي يهم المواطن هي مرحلة ما بعد التحرير مرحلة بناء الدولة مرحلة رفع المعاناة على المواطنين ما نود الإشارة إليه هنا أن عسيلان تدخل في العام لم يبقى إلا سبعة أيام من دخول عام كامل من صيدرة الميليشيا على مديرة بيحان في السابع والعشرين من مارس العام الماضي من مديرة عسيلان لقناة بلقيس إبراهيم حيدر إلى محافظة الجوف حيث قال المتحدث باسم المقاومة عبدالله الأشرف لقناة بلقيس إن المقاومة سيطرت على جبل حام الذي كانت تتمركز فيه الميليشيا وقد بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة قبل ثلاثة أيام عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مدرية المحافظة تفاصيل أوفر في سياق التقرير التالي لم تنتهي مهمة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير محافظة الجوف بل ما تزال العمليات العسكرية مستمرة لتطهيرها كليا من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المعارك الأخيرة نتج عنها سيطرة قوات الجيش الوطني على مديرية المتون المحاذية الحرف السفيان في عمران وأجزاء واسعة من مديرة المصلوب وكذا سلاسل جبال سدبا وسد العكيمي غرب المحافظة وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية عبدالله الأشرف إنهم سيطروا على جبال حام الأسفل حيث كانت تتخذه الميليشيا معسكرا لقواتها مؤكدا توسع المعارك باتجاه جبال حام الأعلى والمناطق القريبة منه والمتدة إلى مديرية الزاهر المواجهة أحدثت خسائر في صفف الميليشيا حيث أعتبت المقاومة وقوات الجيش الوطني عددا من الآليات العسكرية واستولت على أسلحة مختلفة ووفقا للمركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية فإن عددا من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي قتلت في المعارك الأخيرة إلى جانب العشرات من المقاتلين القادمين من المديريات المحاذية لمحافظة صعد معقل الميليشيا وبهذا ما تزال الحرب ضد الميليشيا والقوات الموالدة لمخلوع صالح في الجوف تتوسع يوما بعد آخر فيما تزال عدد من مديريات المحافظة خاضعة لسيطرة الميليشيا وهو التحدي أمام قوات الجيج والمقاومة الشعبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى محافظة عدن حيث اختال مسلحون مجهولون مواطنا في مدرية دارساعد شمالية المدينة وقالت مصدر إعلامية إن المسلحين كانوا على متن سيارة أطلقوا النار على المواطن طه أحمد سيف أثناء مروره قرب منزله فأردوه قتيلا ولذ بالفرار عاقب الجريمة نشرتنا معكم مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعض الفاصل وزارة التخطيط التقديرات الأولية لإعادة الإعمار تتجاوز مئة مليار دولار المقاومة تحرر أجزاء واسعة من الضباب في تعز ومثيرات تندد بصمت الحكومة تجاه المدينة الجيش والمقاومة يتقدمان غربية شبوى وكاميرا بلقيس تدخل المناطق المحررة في عصيلان مبادرة شبابية في لحجة لترميم مدارس تضررت جراء حرب الميليشيا أهلا بكم من جديد قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي إن المؤشرات تؤكد أن نحو ستة ملايين يمني دخلوا مرحلة الفقر خلال أقل من ثمانية أشهر بسبب الحرب وأن عدد الفقراء ارتفع في غضون عام إلى 22 مليون شخص في سياق آخر أكد الميتمي في تصريحات صحفية أن التقديرات الأولية لمشروع إعادة إعمار اليمن تتجاوز 100 مليار دولار مبينا أن هذا المبلغ من شأنه أن يعيد وضع المواطن اليمني لمرحلة ما قبل اندلاع الحرب أواخر العام 2014 وكشف وزير التخطيط عن ترتيبات لإنشاء هيئة مستقلة ماليا وإداريا ستقود عملية الإعمار تحت الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الحكومة على صعيد متصل بادر عدد من شباب محافظة لاحج لترميم عدد من المدارس التي تضررت جراء الحرب مراسلنا مختار شعتل ومزيدا من التفاصيل الحال مسي إلى أسوأ هنا في حوطة الحج فالمدارس والطرقات حتى الآن لم تلن نصيبها لأفر من الترميم حيث أصاب مدارسها الدمار وطرقتها أصبعت كرغط الشترنج بسبب حفر الألغام المتشرة في كل مكان فبرغم من الإنفلات الأمني وعدم حضور الأمان إلى أن ذلك لم يمنع مجموعة من الشباب تحت مضلة مبادرة أمل من أجل كيال حج القيام بمهام ترميم المدارس في مدرية الحوطة وتبان محاولين تمس آثار دمار الحرب التي خلفتها الماليشية هنا بمجودهم الذاتي طبعا هناك بعض الأعمال التي غمنا بها في الحرب وبعد الحرب كانت تتمثل في إقاثة نازحين محافظة لاحق في محافظة عدن وذلك بدعم مفاعلين خير وكانت تتمثل في توزيع مواد غذائية طلاء أرصفة الشوارع ورفع الكثبان الرملية التي الزحفت على الطريقة مسببة إعاقة وقطع خط السير إلى جانب ردم حفر الألغام التي خلفتها الماليشية عندما كانت تحاصل المدينة إلا أن ذلك غير كافي فالمدينة تحتاج إلى أكثر من دعم وجهود الشباب ليبقى لهم منشدة من لديهم زرع البسمة لعاصمة الحج مختار شاتل لقناة بلغيس محافظة الحج أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو استخدام ميليشيا الحوثي الأطفال دروعا بشرية وإشراكهم في القتال وقالت الإسسكو في بيان لها إن هذا العمل الإجرامي مخالف للاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل ويعد جريمة ضد الإنسانية دانت نقابة الصحفيين اليمنيين استهداف الميليشيا لعدد من المصورين الصحفيين في منطقة الضباب في مدينة تاعز ما تسبب باستشهاد المصور محمد اليمني وإصابة أربعة آخرين وحملت النقابة الحوثيين مسؤولية هذه الجريمة التي أضيفت لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفة والصحفيين مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يهرب الجناة من العقاب حثت منظمة العفو الدولية واشنطن ولندن وقف أي تسليح يستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على نقل الأسلحة إلى اليمن وأكدت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بحماية المدنيين وصلنا إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين المقاومة تحرر أجزاء واسعة من الضباب في تعز ومسيرات تندد بصمت الحكومة تجاه المدينة لماذا تعز؟ لماذا هذا الخضلان لتعز؟ تعز اليوم يقتل أبنائها، شبابها، أطفالها، نساءها الجيش والمقاومة يتقدمان غربية شبوى وكاميرا بلقيس تدخل المناطق المحررة في عسيلان مبادرة شبابية في لحج لترمين مدارس تضرر جراء حرب البليشيا مشاهدين قدمنا لكم هذه النشرة من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم العودة لموقع القناة الإلكتروني وللأخبار العاجلة وأيضا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر